كالعادة يختلق فوضى لوحده وهي فوضى الهدف الثاني هل هو كان أو عفوا الهدف الأول هل كان الهدف لرونالدو ولا كان الهدف لبرونو فرناندش أنا نفسي أتحس بلرونالدو ونخلص الموضوع بقى صعب جدا أنا نفسي فعلا نخلص أنا عايز أخلص أنا مش فاهم فيه أزمة عظمة دلوقتي أنهنا عايزين نسجل الهدف لرونالدو وننزعه من لكابتن منتخب البرتوغيل لرونالدو وننزعه من لعب منتخب البرتوغيل برونو فرناندش كانوا جاي من الشارع ما نعرفوش يعني شيء غريب جدا فاني مباراة السبوتلايت على رونالدو ووقت اللي برونو فرناندش هو الأفضل يعني إيه؟ يعني إيه؟ هقدم إثباتات النوع الجبائي إيه هي نوع الإثباتات؟ الكرة هتجي لك تعترف إيه فعلا إيه نوع الإثباتات؟ يعني هي حادثة هي هو موقف بسيط جدا كرة نشك إنها لمست ولا لمستش دخلت حسبت المين وبتاعه كده صارت عشرات الألاف المرات لأنه ده موضوع الساعة ويا ترى لمسها ولا لمسها هيئة محلفين يعني سمحني عنا داتا رابش نكون مواضح مع الناس عنا 35 كاميرا في الملعب 3D يعني تعتيك التفاصيل متع التفاصيل مع السنسرز الموجودة على الكرة ففي أي مونديال ثاني نفتح الديبريت وما يخلصش أربع سنوات شركة المصنعة خلصت الموضوع هوني عنا كل الداتا التي تثبت يا أخي أولينا في عصر الداتا في كرة القدم أنت تعرف عنا كل الداتا التي تثبت أنه رونالدو لم يلمس الكرة عموما شركة أديداس طلعت يعني وصلنا إلى مرحلة شركة أديداس اللي هي المصنعة للكرة خرجت بغراف بالصوت بتشوفوا الخبر بعد شوي بالصوت على يا الحرامة لمسها ده العنوان الرئيسي أجد استصرح على يا الحرامة لمسها